اليوم اكتر من 800 بالمئة صار غلاء الادوان اي هالمواطن وان شو بدي اقلك انا هده السؤال انسانية المواطن المواطن عميد فعتمن عاك الحال انا بقول عميد فعتمن سكوته انا بدي اقلك شغري صغيري انت بتلاقي شي طبيعي الناس مصرياتها ينسرقوا بالمنوكة شي طبيعي انفجار متل انفجار المرفق وبعدها الناس مش عم تحكي ما هو عم يدفع ثمان المواطن ثمان انا غلطوا من عطولوا نحط الحق على غيرنا لانا عندنا سلطة سياسية مظبوط مهما بتسوى ووصلتنا لهون بس كمان السلطة انا احنا اللي عم نجيبه بس اسألتك عن مواطن اختنقت ما طبيعي كلنا مخنوعي مين ما عنده اخت وخي وابن وبنت يعني انا سيدة لي معقولي عندي ثلاثة ولاد مجوزين صاروا بعدني هاكلان هامون مجوزين وبيشتغلوا ثم خي ما انا باية خي ما بربي وخلص على اليه بس يتجوزوا وقت بيخلص بتضلك هاكلان هامون لاخر ديه لانه الوضع ما بيصبح واني هاكلاني نهم ولادون وحياتنا كلها هيك قلق ودمع عيوني انا الحر شو تذكرت تدمع عيوني؟ لا الناس الوضع اهلنا وناسنا شو؟ بس حكيت عن ولادك اختار شي ايه وناسنا واهلنا وكله يعني كلنا عايشين بوضع مش كتير سليم يعني يمكن اه كبرت ولادك ربيتهم علمتهم وبعدك هالكين هامون وبعدك هالكين هامون صحيح موعة غالي كتير اكيد خلص يوم شو بتطلب من الطبقة الحاكمة؟ كرمال ولادك وأولادك؟ انا ما بطلب من الطبقة الحاكمة شي بطلب من الناس تشتغل ع تقية دوق الحاكمة مع الصوية؟ هاي الثورة الموجودة لا 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 طبعا انا مع الصور الجيعة مع صور انا مع الثورة لكل فئات شعب لبناني بتنزل فيها انا ما انت مات ولا لحزب لبنان لانه انا بحس كل حزابنا طائفية وانا ماني طائفة لما بينجد حزاب فيها كل فئات شعب لبناني كل ما زاهبه بيمشي الحال الثورة بدا تكون ثورة هاتفة حضارية دخلك لا يعملوا عصيان مدني مش اهم من كل هالثورة اللي عم يعملوها والتكسير والهبل هدا والا مزبوطة ولا لا العصيان المدني بيوقع على الدولة ما حدا بده ما في ثورة نحن لازم نعترف انه سياسات الدوائية اللي تبعوها وزارة الصحة المتعاقبين كانت سياسات عقيمة سياسات غير منتجة يعني سقطنا باول امتحان ما رأنا فيه اللي هو الاول ازم اقتصادية ما رأى فيها البلد اليوم اليوم نحن عنا 80% اذا مش اكتر من الادوية مستوردة وبالعملة الصعبة لو كنا عملنا مصانع ادوية موجهة لاختخدم الاقتصاد الوطني متل ما موجود بمصر موجود بالاردن بكل هالدول ما كنا اليوم نحن 80% من ادويتنا مستوردة لأ نحن بعدنا بنستعمل البراند اغلى شيء اللي بلاده ما بيستعملوه ما كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم في بديل لهو الادوية كلهم ولا في ادوية ما الى بديل هلا آآ لا في الارخص يعني في الارخص طبعا طبعا كل معظم الادوية الى بديل الارخص اللي بسموا الجنريك ولكن قد ميكون مش موجود باللبنان لانه انا ما عندي سياسة دوائية بتشجع استيراد هالجنريك يعني السياسة الدوائية باللبنان كانت قائمة على انو الحكيم بيوصف الدواء شوف لأي درجة وحط حده أنقس ممنوع استبداله يعني بيكون دهو حقه ستين ألف ليرة إذا فيه دهو مثله بثلاثين ألف ليرة الصيدة اللي ممنوع يقول له له الحكيم هيدا حقه ثلاثين ألف مثله خده ممنوع إذا حط أنقس الحكيم ليه لأنه فيه اتفاق بينه وبين الشركات بيكون هلأ اليوم هلأ السياسة الدوائية المتل هاي ما شجعت دوية الجناريك تستورد على لبنان لأنه إذا استوردت مبطن وصف بيخلص تاريخة وبتنكب لأنه الأطباء مكتفئين مع شركات لأنه السياسة كلها غلط إيه هاي دي حلقة من الحلقات طبعا الأطباء مكتفئين مع الشركات وشركات بيسفرون وبيعطوهن كل هيدا موجود حتى يعني عكل الأصعي دي هيدا الفساد لو فيه سياسة دوائية بتشجع الجناريك يعني شو بتعمل أول شي مقتبر مركزي بيقل له للطبيب تعالوا هيدا الجناريك مثل ومثل البراند ما إلك ممنوع اتنين بيجي لل الصيدة اللي بيقل له إذا إجيك دواء حقه ستين ألف لأ بيعوا تحت تلاتين وأنا بدي أعطيك علي يا أخي خمسة بالمئة زيادة هيك بأوروبا بأمريكا بيعملوا بنحط سياسات نحنا هيدا كلها ما عمنا إياها لذلك نحنا بنعتمد على الدول غالي بس فاتورتنا أغلى فاتورة بالمنطقة وكعدد استهلاك أعلى استهلاك بالمنطقة هل تراجعت المبيعات للإدوية بعد رفع الدعم؟ مية بالمية طبعا طبعا تراجعت كتير بس قالت خزينة؟ ما عاش فيه الكرونيك يعني أنت عندك الإدوية أربع أخسام عندك الأوتي سي والأكيوت تعرفين رفع الدعم عنهم من فترة من ثلاثة أربعة تشهر أساسا ما عاشش يعني ما فيه الكرونيك أنا أدي إليك شغلي صغير يعني إذا ما بدي أخد حسن نية أنا أساسا ما عاش فيه مخزن لأنه تاريخهم هيخلص نعنا صارنا أربعة شهر ونص ما استوردنا دواء وهول كانوا جايين والدواء سنتين شالفلاي بتاعهم يعني ما عاش فيه إدوية مخزنة ما كله بقى صاروا ديبيعون كيب ما كان اليوم العربة لا تعرف إذا طلع الدولار رح تغلى الأسعار بعد أكيد 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 فيه مؤشر وزارة صحة بيطلع بس اللي عمله الوزير إنه قدي مثلا سعر الدولار نفسه 20 ألف بيسعر لهم على 16 ألف يعني ألب عشرين بالمية يعني بيعتمد دولار 16 ألف فإذا دولار صار 30 ألف أكيد بديوا يغلط دواء اليوم نحن قدام خيارين يا أما منترك المستوريين ما قادرين يستوردوا المصرف لبنان ما عاش عم يدعم وبالتالي ما عاش فيه مصاري للدعم يعني ما عاش فيه استيراد يعني بدنا نترك الفراغ والفراغ عم يعبيه الدول المهرب والدول المزور وإذا بتروح على مناطق يعني خارج العاصم بيروت الجنوب ببقى عشمال بتلاقي هالإدوية موجودة بكثرة بالسادريات هيدا الإدوية لمهرب نحن ما بنعرف إذا عنده جودي ولا لأ لأنه لا ظروف تخزينة صحيحة ولا ظروف نقلة صحيحة وبالتالي بتشكل خطر على صحة الناس تخيرين يا أما بيترك هالواقع هيدا متل ما هو يا أما بدي أخد قرار كتير صعب اللي نحنا كلنا مش معه وبتصور معالي الوزير كمان مش معه بدليل أنه صاره شهرين وبالآخر يعني غس من عنده اضطر أنه يأخذ هالقرار اللي هو إله حسنات ولكن إله سيئة كبيرة اللي هي أنه الدواء صار غالي الناس ما قادرين في ناس شريحة كتير مش ما قادرين تشتريه ولكن من حسنات أنه بوقف التهريب من خارج لبنان للبنان بوقف التهريب من لبنان لخارج لبنان بيأملنا دواء صحيح جوته جيدة وبرجع بيحرك الحركة الاقتصادية نوعا ما بالبلد طيب اليوم نحنا عنا مصانع أدوية بلبنان نحنا رح نصير نصار نمع أدوية خاصة فينا أكتر طالما صارت في هالأزم مش مهم يكون عندي مصنع دواء المهم هالمصنع شو سياستو اليوم مصانع الأدوية مدعومة؟ اليوم اليوم كل الدواء وتكلفته من استيراده وتعليمه كله كله مدعومه على الف وخمسمية وخمسة ولكن ثلاثين بالمية اللي هي ربح المصنع هاي دي مسعره على السوق السوداء على عشرين ألف فتعطب المدعومة ايه طبعا مدعومة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر